موسيقى خلافات حادة في مواقف الفصائل الفلسطينية والمثقفين حول المشاركة في جلسة المجلس الوطني المقبلة من عدمها الجبهتان الشعبية والديمقراطية دعتا إلى عقد ورشة عمل موسعة للتباحث في موقف موحد لكن التباين كان هو الأبرز الجبهة الشعبية تميل إلى المقاطعة رغم أن موقفها النهائي سيعلن خلال أيام نعتقد أنه خاطئ وخاطئ جدا ويضرب المسلحة الوطنية الفلسطينية على المسلحات السياسية والتنظيمية وحتى الديمقراطية في هذه الجلسة جاءت تكرس هيمنة أبوادر نحن ندعو لعقد مجلس وطني محترم توحيدي يجمع الكل بلجة تحضيري وتفعيل إطار القيادة الواحد حركة حماس والجهاد الإسلامي ترفضان أيضا انعقاد جلسة المجلس الوطني بالطريقة التي أعلن عنها وتعتبران ما يحدث محاولة للالتفاف على الاتفاق المتعلق بانعقاد الإطار القيدي لمنظمة التحرير نهيك عن تضرر مشروع المصالحة انعقاد المجلس الوطني من المفترض أن يأتي تتويجا لعملية إصلاح للمنظمة مثل هذه الخطوة لن تكون في صالح منظمة التحرير هذه الخطوة تفقد الثقة قطاع كبير من أبناء شعبنا الفلسطيني بمنظمة التحرير أنا أعتقد أن ما اختار رئيس أبو مازن وصر عليه ليس هو السبيل الأمثل لجمع الصف الوطني الفلسطيني ولهذه الطريقة هي التي ستحافظ على لحمة الفلسطينيين هذه وسيلة للتكريس الإنقسام وتأبيد ربما يعني أعطاء الفرصة للآخرين أن يتصرفوا بفردية في المقابل تميل بعض الفصائل إلى المشاركة في جلسة المجلس الوطني إلى جانب حركة فتح بالطبع باعتبارها وسيلة لإبداء الرأي والاعتراض وعرض المواقف المطلوبة من الداخل بدلا من سياسة المقاطعة التي توصف بالعدمية أعتقد أنه يجب التعامل معه بحكمة على الجميع أن يدرك بضرورة أن يتم عقد هذا المجلس الوطن لتجديد الأداء الفلسطيني وفي نفس الوقت السعي وبكل جدية لعقد مجلس وطني جديد يضم الكل الوطن الفلسطيني يسبقه عقد الإطار القيادي الفلسطيني بين مشارك ومقاطع سيعقد المجلس الوطني جلسته العادية منتصف الشهر الجاري في رامالله واقع سيفضي بحسب مراقبين إلى تحقيق الأهداف التي يدعمها الرئيس محمود عباس دون أن يؤثر ذلك على شرعية منظمة التحرير خارجيا على الأقل لتلفزيون القدس محمد الأسطل قطاع غزة أينما أذهب عنوان يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم ادخلوا الآن إلى mail.alqds.com ايميل القدس الايميل العربي الجديد اشتركوا في القناة